السلام عليكم حالة من الخوف والزهر عاشها اليوم أهالي الأسكدرية بعد انهيار عقار العطارين وإليكم أيضا الحالة الصحية للسيدة جيحان السادات بعد تدهر حالتها في الساعات القليلة الماضية نتمنى منكم قبل البدء لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصفية ولو بتشوفوا القناة الأول مرة من أدر عليها أهم الأخبار المتدولة على السوشيل ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات بإذن الله ستنال أعجبكم نبدأ سويا بالحالة الصحية للسيدة جيحان السادات بعد تدهر حالتها في الساعات القليلة الماضية نقل هذا الخبر على قناة سيئن عربية وفيها أفادت أن الحالة الصحية للسيدة جيحان السادات قد تعرضت في الساعات القليلة الماضية إلى تدهر ولكنها بحمد الله تعالى الآن قد تحسنت وأوضح اللواء عفة السادات في مداخلة على قناة النهر أن زوجة شقيقه السيدة جيحان السادات قد تعرضت لوعكة صحية قبل أيام استدعت إلى نقلها إلى إحدى المستشفيات بالكاهرة وستعود إلى بيتها قريبا وأوضحت المصادر أن السيدة جيحان السادات كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية وعادت إلى مصر مؤخرا ولكن للأسف حالتها الصحية تدهرت وأما عن انهيار عقار الأسكندرية حالة من الخوف والزعر عاشها اليوم أهالي الأسكندرية بعد منهار عقار منذ قليل في منطقة العطارين وسط الأسكندرية تم انتشار شخصين ويوجد أنقاض أسفل العقار العقار رقم 13 بشارع مرسي بدر العطارين مقوم من طابق أرض وخمسة أدوار علوية مجغل بالسكان وإلى الآن يتم البحث عن المفقودين رحم الله الموتى وجعل الشفاء للمصابين تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة واتنمتم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر